طب الأسباب إيه اللي بيقدل كده؟ ما بيأكلوش ولا في أمراض؟ هي دي بقى يعني إحنا لو حطينا قدينا عن السبب حيبقى العلاج سهل قوي لأنه مريض النحفة أصعب من مريض السمن يا شيخة لأنه في ناس كتير بتاكل تاكل تاكل وما بتتخنش ممكن يكون في عندهم أندرلاين كوز أو سبب هو اللي عمل لهم كده طبعا إحنا بنقعد المفروض بناخد فول هستري يعني بناخد تاريخ تاريخ مرضي كامل كامل من ساعة ما تولد كان مولود كام كيلو عايزة تبدأ إبداياته كانت إيه؟ يعني هو لو شخص طبيعته كده طول عمره فدي هتبقى دي بتبقى غالبا اللي صعبة بتبقى زي وراثية أو هو طبيعته كده بنشتغل عليها بس تيجي باي تايم يعني باي وقت بتاخد وقت إنما لو كان طبيعي وحصلت النحافة دي بقى ممكن لقيلها سبب وعالب إيه بقى الأسباب؟ يعني دايما احنا بنطلب تحليل لازم تتعامل أي مريض النحافة منهم أول حاجة صورة الدم والحديد في الدم صورة الدم دي دينا فكرة على صحة الشخص ده هل فيه أي حاجة أنا كويري بالنسبة لي اعتلال في الصحة بالزبط طبعا الغضة الدراحية لو هي ناشطة بتبقى بالشخص بيخس قوي بنطلب أنا قلت الحديد البراز مهم جدا علشان لو فيه أي طفاليات أي حاجة ممكن يكون بياكل وما بيستفادش بنا بنقول للناس بتأيبني في بطنك دود بالزبط ده بيروح فين بالزبط فإحنا لو لقينا أي حاجة من دول دي سهلة بنعالجها وبالتالي بيتأكل بيبتدي يأكل وبيبتدي يتحسن في الوزن تدرجيا طبعا من ضمن الأسباب برضو هل فيه أغزية الواحد يأكلها ويأكل منها كتير لكن ما تخلهوش يسمن فيفضل نحيف أو تزود نحفته بالأكل اللي هو قليل السعرات وبتبقى طبيعة على فكرة الشخص إن أنا ما بيجيليش العيادة سرعة الحرق بتاعتهم تبقى عالية قوي يعني ما بيجيش حد في العيادة سرعة الحرق بتاعته عالية أو مش عالية مظبوطة غير شخصين الأثياتيكس اللي هم الرياضيين اللي هم البروفيشنل يعني professional football players اللي عبت الكورة الكورة نوبيل عاليالة بشكل محترف أه دول بيبقى صرعة الحرق بتاعته طبيعية ومريض النحافة عشان كده على طول بيخست إنما أنا لو طلعت عالجهاز هتلاقي صرعة الحرق بتاعته أقل من الطبيعية حضرتك لو طلعت هتلاقي أقوم أي حد ممكن يزيد في الوزن بيبقى صرعة الحرق بتاعته غالبا بيبقى صرعة حرق قليلة طي黨 تمام شكرا